ندخل بقى على الأسئلة المكتوبة اللي هي العادية الأم إبرار يحية بتسأل بعد إذن حضرتك ابني سنة وزنان جدا هو عنده سنة وزنان جدا مبدئين ده طبيعي أنا بس على طول كده عشان تطمني طول الوقت عايزني شايله أو حد شايله أو قاعدة قدامه مش سايبني كل ده طبيعي هقولك إيه تفسيره غير موضوع الصبع في الفم صاحي ونايم أعمل إيه طيب بالنسبة لهذا السؤال هل طبيعي أن الطفل اللي يبقى عنده سنة يتصرف بهذا السلوك؟ آه ده تصرف طبيعي تماما ليه؟ لاستياد درجة الوعي الوعي عند الطفل عند عمر سنة غير عند عمر تسعة شهور غير عند عمر ست شهور غير تلت شهور وهكذا أصبح الطفل الآن واعي تماما أن الأم أو الأب هم المفتاح أو حتى الجدة أو ما إلى ذلك في أداة مساعدة هي اللي هتوصله لحاجات كتير قوي هو عايز يتشال عشان يمدي إيده على حاجة مش طيلة عايز يتشال عشان عينيه تشوف مدى رؤية أكبر من اللي هو مثلا كانت بالنسبة لما كان يبقى رائد أو نايم خلاص هو عايز بعد كده لما هيتعلم المشي هيبقى عايز يمشي وعايز يوصل لحاجة بس خايف يقع فعايز طول الوقت هو عايز حد يساعده فهو مش زنان هو بيطلب المساعدة بطريقته فالطفل لما بيستدعي من عقله الباطن على طول أنه لما كان بيعايت وهو في الشهور الأولى كنا على طول بنجري ونشيله فهو مخزن هذا الريأكشن أو رد الفعل ده في دماغه وعارف أنه لما هيعمل كده ماما هتشلني أو بابا هيشلني خلاص فهو مبدئيا الحالة اللي أنت وصفتيها ليس فيها أدنى مشكلة يعني طبيعية تماما طب في حل آه طبعا في حل الحل بقى أن احنا نستغل شغف الطفل ده في تطوير المهارة الخاصة بعمره دلوقتي وهي مهارة بدء مهارة تعلم المشي وأنا بقوله بدء المهارة مش أنه يمشي الطفل بيبدأ تعلم مهارة المشي بعد سن سنة فنقوم إيه بقى ننزله ونمسك إيديه ونحاول نمشيه أو نجيب له مثلا اللي هي الألعاب اللي بتتركب دي عشان يتسند عليه أو لو في المكان فيه كراسيف وتيك أو كنبة أو كده ننزله كده على الأرض ونحوطه بس نخليه حط إيده عشان يتسند يبقى احنا كده بنستغل شغف الطفل بأنه يبقى وريب مننا لكن في نفس الوقت بنمي مهارته وما تبينلوش دايما أنك منزعية منه أو أن أنت متضايقة أو ما إلى ذلك لأنه هو زي ما بقول هو طول الوقت عقله بيؤكد له أن أنت مفتاح تعرفه على هذه الدنيا طيب بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حكاية أنه هو على طول حطت صبعه في بقه مبدئا كده هل ده طبيعي ولا حاجة مرضية لا ده طبيعي في أغلب الأحوال هقول لكم يعني أغلب الأحوال دلوقتي تمام؟ يعني الطفل طبيعي في العمر ده بيحط صبعه في بقه خلاص؟ أولا عشان بيسنن سانيا بيكون إحنا بنسميه أحد الأنشطة المهدئة يعني أنه هو بيبقى متوتر بيبقى بيفكر فبيحط صبعه في بقه نسبة الأطفال اللي بيحطوا صبعهم في فمهم سواء وهم صحيين أو هم نايمين وهم نايمين طبعا بيبقوا أكتر بتتراوح في عمر ما بين سنة وخمس سنين بتوصل إلى تمانين في الماء يعني تمانين طفل من كل مئة طفل بيحطوا صبعهم في بقهم ما بين سن سنة إلى سن خمس سنوات لكن هي بقى هنا التكة أو التركة لازم نستبعد وجود أي مشاكل في الأسنان لا قدر الله يعني ما يبقاش في حاجة مدايئة لازم نستبعد وجود أي التهابات فطرية في اللسان طبعا مشاكل الأسنان احنا ممكن نشوفها وبرضو لازم نفحصه يعني الطفل عنده أسنان بيطيدي يطلعها لأنه أحيانا على فكرة بيكون في أسنان طلعت بس لسه مشاقتش اللاسة فدي لازم بتبع عايزة مراجعة طبية فأحيانا الطفل بيحطط صبعه في بقه في مكان ظهور السن أحيانا برضو بيكون فيه التهاب فطري زي ما بقول التهاب فطري ده بنعرفه إزاي بنعرفه بأنه فيه طبقة كده مبرقشة بنقرشة كده على اللسان وبتكونش لبن لما نمسحها ولا حاجة بأيدينا بصبعنا أو بتاع ما بتروحش يبقى ده لا فيه هنا سبب يبقى التهاب الفطري ده بيخليه يحط صبعه في بقه إنما غير هذه الأسباب الطفل ممكن يحط صبعه في بقه عادي جدا زي ما قلنا هو أحد الأنشطة المهدئة أو إن ده بيتزامن زي ما قلنا مع فترات التسنيم اشتركوا في القناة